أفادت مصادر مطلعة خبر نشر القوات المسلحة الملكية لسفن عسكري على طول السواحل المغربية بالقويرة والجذر بالإشارة أن هذه السفن تم نشرع منذ عملية تحرير معبر القرقرات في عملية نوعية كان الهدف منها تطويق مرتزقة البوليساريو وعدم السماح لأم للأوروبا من معبر القرقرات إلى سواحل القويرة حيث كان الجيش المغربي قد استعمل القوات البرية والجوية في عملية تخلص المعبر الحدودي من انفصال البوليساريو إضافة إلى القوات البحرية التي كان هدفها تأمين سواحل القويرة من أي تسلل محتمل للمرتزقة وتشير المعطاية المتوفرة أن هناك سفن حربية مغربية بالقويرة في انتظار بدء مشروع إعادة تأهيل وتعمير المدينة المهزورة وبناء ميناء ضخم فيها سينهي بشكل نهائي استفزازات وابتزازات الجانب الموريطاني وسيفرض عليهم عدم اللعب مع المغرب فيما يخص دعم المرتزق والاستفاف في جانب جنرالات العسكر الجزائري العدو الأول للوحدة الترابية للمملكة المغربية الشريفة وبهذه الخطوة الجديدة لم يكذب المغرب عندما قال بأن سياسته الآن قد تغيرت 180 درجة وبأنه من اليوم فصاعدا من سيقترب من الحدود المغربية سواء البرية أو البحرية مهما كانت جنسيته سيعتبر المغرب محاونة غزو وسيتم قصفه أرضا وجوانا ولم يكن المغرب يمزح في ذلك فالمغرب مغرب الأفعال وليس الأقوال وزمن التهاون مع الأعداء واليد المبدودة قد ولى وانتهى ويبدو أن المغرب وطد العزم على إعمار مدينة القويرة المازورة من خلال الخطوات المعلنة ومن شأن ذلك تحقيق مكاسب استراتيجية أولا وضع حد نهائي لأطماع الجزائر في العصول على منفذ في المحيط الأطلسي عبر الصحراء والتي كان يترجمها تسلل عناصر من الميليشيات الانفصالية إلى القرقرات كما حصل في عشد سنة 2016 وأكتوبر 2020 ثانيا إنهاء وهم المناطق المحررة بالنسبة للبوليساريو التي لطالما اعتبرت المنطقة خلف الجدار الأمني ضمنها القويرة محررة في الوقت الذي تجد تحت مسؤولية الأمم المتحدة لتثبيت اتفاق وقف إطلاق النار الموقع سنة 1991 علما أنه لم تتم الاستجابة إطلاقا لمطالب البوليساريو بالانتشار العسكري في المنطقة الممتدة من شرق الجدار الرملي إلى الحدود الدولية للمغرب مع الجزائر وثالثا التأسيس لشروط تكامل اقتصاد متقدم مع موريتانيا حيث يمكنه لتحول القويرة إلى منطقة سياحية أن يعود بالنفع الاقتصادي الكبير على مدينة نواذيب الموريتانيا القريبة